موسيقى لجنة التنسيق العسكري تشكل غرفة للتنسيق المشترك وميليشيا الحوثي توصل خروقاتها في الجهات كافة مفاوضة الأردن تفضي إلى فتح خمس طرق والوفد الحكومي يطالب بالضغط على الحوثي موسيقى حاملة إلكترونية في مواقع التواصل تنادد بحرمان الحوثيين السكان الحديدة من الكهرباء موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اتفقت لجنة التنسيق العسكري للأطراف في العاصمة الأردنية عمان اجتماعها ثاني برئاسة المستشار العسكري المبعوث الخاص العميد أنتوني هايورد على تشكيل غرفة للتنسيق المشترك لمعالجة أهم الأحداث المثيرة للقلق وتطرق إليها خلال فترة زمنية مناسبة بما في ذلك ترشيح مسؤولي اتصال لغرفة التنسيق خلال مدة أقصى أسبوع لضمان التواصل المنتظم كما اتفقت لجنة التنسيق العسكري على عقد اجتماعات دورية شهرية لضمان استمرارية النقاشات على المستوى الاستراتيجي والحديث انضمنا عبر الهاتف المحلل العسكري العقيد ياسر صالح مرحبا بك معنا سيادة العقيد اللجنة العسكرية المجتمعة في الأردن شكلت غرفة عمليات مشتركة للمراقبة برأيي كما أهمي ذلك في تصوري هناك تجربة سابقة مع المنسيق الحوثية عندما كم تشكينا أيضا لجنة المراقبة ضمن بعضة أونمها هي عبارة عن آلية تنسيق جديدة لمحاولة ضبط الخروقات لمحاولة ضبط الهدنة بمعنى أعطى تثبيتا هدنة تثبيتا مباشرا حتى يتسنى المزعوث الأممي وللأمم المتحدة أن تسير في مسار السلام الذي هي تظن بأنها ستحققه في اليمن بينما جميع الشواهد تقول أن لا سلام على الميليشية الحوثية وليس فيها جادة أطلا في أي عملية سلام ثابقة أو حتى ممكن أن تأثق في أيام القادمة هي عبارة عن آلية روتينية يتم اتخاذها في حل النزاعات عادة قد تسمى أعضاء اللجان ولكن لن يكون هناك استراتيجية واضحة لحلحلة المشهد العسكري في تصوري أن مشاورات الكويت كانت هناك لجنة عسكرية من جميع الأطراف وتم الوصول فيها إلى نتائج مرضية جدا وإلى نتائج مهمة جدا خلال المشاورات السبعين يوما كان يجب البناء عليها لكن هذه اللجنة لا أتطور أن عملها يتجاوز تحديد التهديدات التي ممكن أن تؤثر على المشهد السياسي إضافة إلى ذلك محاولة آلية اتصال وتواصل لضبط عملية الخروقات للهدنة نعم لجنة التنسيق العسكري منذ تشكيلها لم يطلع أحد على الجهود التي قمت بها بشأن خروقات الحوثي برأيك هل سيكون مصيرها كمصير البعثة الأممية في الحديدة نعم عموء في كل الأحوال المليشية الحوثية لا تأبه لكل هذه اللجانة أو لا تأبه أفضل للجوانين والأعراض الدولية هي تتعامل بصرف منقطع النظير كعادتها لا تأبه لهذه التصرفات إنما تحاول أن تنخرط في مسار عملية السلام لأهداف لديها هي لا تمتلك قرار السلم والحرب هو القرار السلم والحرب موجود عند المرشد علي خامناهي ولكن هي تحاول أن تطيل أمد الحرب إضافة إلى ذلك أنها تريد جاهزية نفسها ويجب أن ندرك ذلك منذ يومين كان هناك طالط أمريكي من إيران بأن تطلب إيران من وكلائها في وقفة تصعيد في المنطقة ورفضت إيران هذا الطلب وبناء على هذا الرصد لا أتصور أن تحرز الميليشيا الكلوثية أي تقدم في أي ملفات من ملفات الصراع في اليمن إضافة إلى ذلك أن الميليشيا الحيوثية تحديداً اقتطاعت جر القضية اليمنية إلى حامشية القضايا إلى خطوط صنعاء خطوط تعز أو تشكيل نجان لم تدخل إلى صلوة الإشكالية الحقيقية القضية الحقيقية وهي الإنقلاب إلى إستعادة الدولة وإعادة مؤسسات الدولة وإفراغ المدن الميليشيات الحيوثية وفي هذا التصوري هو نجاح لها في إفراغ القضية اليمنية المحلل العسكري العقيدية ياسر صالح شكراً جزيلاً لك وكانت جبهة الساحر الغربي شاهدت تحركات مكثفة لميليشيا الحوثي جنوبي الجراحي ضم لا تسعة وعشرين خرقاً جديداً وأفاد لعلم العسكري القوات المشتركة أن الميليشيا عودت محاولاتها التمركز في مواقع مستحدثة بمحاذاة المنفذ الذي بادرت القوات المشتركة بفتحها على خط حيص الجراحي الشهر الماضي مضحان أن تحركات الميليشيا رافقها سبعة عشر خرقاً في محور حيص جنوبي الحديدة وفي محور البرح غرب تعز وثقت وحدات الرصد اثنى عشر خرقاً في قطاعي الكدحة ومقبنة كما ارتكبت ميليشيا الحوثي أربعمائة وأربعة وستين خرقاً خلال الخمسة أيام الماضية في عدد من الجبهات وبحسب المركز الأعلامي للقوات المسلحة فقد طال الخرقات محوري البرح غرب تعز وحيص جنوب الحديدة وجبهات محور حجة ومحور تعز وجنوب وغرب وشمال غرب مأرب ومحور الضالع وجبهات محافظة الجوف وجبهة تراه بمحور أبيان وأضف أن الحوثي سهدف منازل المواطنين في الأحياء الشرقية لمدينة تعز أدى إلى استشهاد أحد الجنود وإصابة ثلاثة عشر أخرين بطيران مسير وقناصة وفي شأن فتح طرقات طالب الوفد الحكومي المفاوض المجتمع الدولي والسفراء الاتحاد الأوروبي والمبعوث الأمريكية بالضغط على ميليشيا الحوثير الإسرعي في فتح طرق الرئيسة إلى مدينة تعز وباقية المحافظات وذكر الوفد الحكومي أن المفاوضات أفضت إلى مقترح بفتح خمس طرق في محافظة تعز وبعض المحافظات ضمنها طريق رئيس على أن يتم تزمين فتح بقية طرق خلال الأشهر القريبة القادمة وأوضحها إلى تقديم الوفد برؤية بفتح طرق الرئيسة ترفع معاناة الناس وتخفف عنهم صعوبة الوصول وتقلل الكلفة الاقتصادية مضيفا إن الوفد الحوثي طرح طرق فرعية رابية لا تحقق هدف رفع الحصار وتخفيف المعاناة هذا وتسابق الأمم المتحدة في الأردن الزمن لعقد أكبر قدر من اللقاءات بين وفدي الحكومة وميليشي الحوثية في موقف يراه سياسيون محاولة إحداث اقتراق في ملفات قد تخرج على شكل مقترحات من الصعب تطبيقه على الأرض 48 ساعة أنهت الجولة الثانية من مفاوضات الأردن القاضية بفتح الطرقات أمام المدنيين في تعز وعدد من المحافظات وقد أصدر الفريق الحكومي بيان أكد فيه ابتداء الحوثيين طريقا بديلة إلى تعز والعمل بشكل أحادي دونما الاستجابة لمطالب الهدنة القاضية بفتح الطرقات الرسمية الفريق الحكومي انسحب من مفاوضات الأردن وسبب هذا الانسحاب بانتظار قبول الحوثيين بمقترح المبعوث الأممي الذي جزأ ملف حصار تعز إلى فتح ثلاث طرق رئيسية إلى المدينة دونما شق طرقات مستحدثة أو تلعب بملف القضية المقترح الأممي قضى بفتح الحوثيين لطريق الحوبان الرابطة بتبات سوفتين ومن ثم إلى المدينة والطريق الثاني يقضي بان يفتح الحوثيون طريق الستين والذي يربطه بمنطقة عصيفرة والمقترح الأخير للمبعوث الأممي فرض فتح طريق الخمسين الرابط بمصنع السمن والصابون هذا وقد تحجج الحوثيون بان عدم فتحهم للطرق الرئيسية هو بسبب عدم وجود خرائط الألغام التي فخخوا بها مداخل المدينة الستة وهو العذر الذي يراه مراقبون مهربا قريبا للحوثيين من التزاماتهم بانتجاه الهدنة الإنسانية السارية في البلاد والسمرار حصارهم لتعز تحت غطاء أممي وبضرائع واهية وفي الوقت الذي انسحب فيه الوفد الحكومي من مفاوضات الأردن أعرن المبعوث الأممي عن اختراق جديد في الملف العسكري باجتماع لجنة التنسيق القاضية بتشكيل فريق من الطرفين للإبلاغ بالخروقات العسكرية في الجبهات المتفرقة الهادفة لتقفيض الصراع يظهر أن الأمم المتحدة تحاول قدر الإمكان أن تستغل مفاوضات الأردن لفتح أكبر قدر من الملفات واعتبارها إنجازات دون موضعها على قائمة الالتزامات أو تراعي تطبيقها على الأرض وهو الأمر الذي يشيب أن هناك فصلا جديدا من الصراع ومجرد حلول يتم بناؤها حاليا على قاعدة هشة دون مفائدة أطلق نشطون على مواقع التبصر الاجتماعي حملة ألكترونية للتنديد بحرمان ميليشيا الحوت الإرهابية أبناء مدينة الحديدة من الكهرباء وتركهم فريسة لقيض الصيف الحديدة تموت واسم تصدر مواقع التواصل الاجتماعي يندد بجحيم الحوثيين من خلال حملة شعبية تهدف للفت أنظار العالم إلى مأساة منسية وسط الهدنة الأممية إذ يعيش أبناء الحديدة صيفا ساخنا مع انقطاع الكهرباء ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع الحملة الإلكترونية منددين بقطع الميليشيا الحوثية للتيار الكهربائي عن سكان المدينة في ذروة الصيف الحار وجعل المواطنين واجهون مصيرا مأساويا مع ارتفاع درجات الحرارة غير المسبوقة ومنذ الدقائق الأولى تصدر واسم الحديدة تموت على تويتر وفيسبوك بمشاركة صحفيين وناشطين ومدونين بما وصف بجحيم الحوثيين في إشارة إلى كارثة الصيف القاتل التي تحاصر بها الميليشيا المدعومة من إيران المواطنين في مدينة الحديدة منشورات أخرى ركزت على المليارات التي يتم تحصيلها من واردات ميناء الحديدة باسم الكهرباء والنتيجة كهرباء لثلاث ساعات وسعرها أضعاف ما كانت عليه صور عديدة تداولها رواد وسائل التواصل الاجتماعي لمدينة الحديدة التي كانت تعرف بعروسة البهر الأحمر وكيف أصبحت اليوم في ظل حكم الميليشيات وتهدف حملة الحديدة تموت للضغط على بعثة الأم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة لتتخذ خطوات جدة تمنع الحوثي من استغلال الكهرباء لإثراء وتمويل الحرب ويعادة التعرفة الحكومية سبع ريال بدلاً عن مائتي وخمسين ريال وأربعمائتي ريال التي تذهب إلى جوب قادة الميليشيا ومشرفيها في موكب جونيزين بهيب شيع مراسل قناة اليمن اليوم في الساحر الغربي شرف الشمري تقديراً لدوره العالمي في نقل كل ما يجري في الساحر الغربي وحرصه على أداء عمله بمهنية ناقلاً كل ما يجري في الساحر الغربي في مدينة حيس مستهدفة مواقع المقاومة المشتركة والأحياء السكنية كان شرفاً للمهنة الإعلامية في الجبهتين الإنسانية والعسكرية وصداحاً بالحقيقة وإحدى نوافذ قناة اليمن اليوم التي ينقل من خلالها معاناة المواطنين واحتياجاتهم وقصصهم الإنسانية شرف الشمري مراسل قناة اليمن اليوم في الساحر الغربي يوارى افترى في مدينة المخى وسط حضور شعبي كبير بعد نضال إعلامي ظل محافظاً على شرف المهنة فيه طيلة ثماني سنوات من الحرب التي شنتها ميليشية الفوثي على اليمني واليمنيين نعزي أنفسنا ونعزي قيادة المقاومة ونعزي قناة اليمن اليوم برحيل الإعلامي المتنميز أستاذ شرف الشمري رحمة الله تغشاه الجوانب الإنسانية المخيمات النازحين وغيرها من المجالات الإنسانية إضافة إلى أنه كان رجلاً يعيش مع المواطنين جنباً إلى جنب يا رسول الحقيقة في حياة المشاهد كل لحظة فيها من لسانك رسالة عن حياة المواطن والوطن والمجاهد كل ما تشتب الثهلة معاني ودلالة رحل شرف إلى جوار ربه بروح متيقنة ومؤمنة أن الخلود هو دار القرار ليحتضن جسده الطاهر ترى مقبرة الشهداء في المخاء ليظل صوته محفوراً في ذاكرة ومجدان محبيه الذين كان ينقل لهم الحقيقة بأحداثها وتفاصيلها كغيره من فريق شبكة مراسل اليمن اليوم في الداخل والخارج تارك بصمات إنسانية خلدها لتبقى شاهدة على مواقفه الإنسانية نعضل بالكلمة الصادقة وبمهنية وجسد عمق القضية الوطنية والمشروع التحرر من الكهنوت بتقاريره شرف الشمري كان فارساً في الميدان كان بجانب الأبطال في المتارس وكان سفير الإنسانية بجانب المستضعفين والمهجرين والنازحين الذين تضرروا من حرب مليشيا الحوثي الأخ شرف الشمري كان الرجل الإنساني بالساهل منذ تواجده في مدينة الخوخة كان يتلمس أحوال المواطنين وأحوال النازحين نعزي جميع الإعلاميين سواء في قناة اليمن اليوم أو في القنوات الأخرى باستشهاد الزميل شرف الشمري الذي كان يتمتع بالأخلاق العالية تودع الجموع المشيعة الإعلامي الشمري أحد كوادر قناة اليمن اليوم الذين سخروا أنفسهم لخدمة المواطن ونقل تطلعاته وهمومه وإيصال رسالة المواطن إلى المعنيين في الدولة والمهتمين بشأن اليمن ليعقد زملائه العزم للمضي على دربه وفق منهجية القناة التي حرس الزعيم المؤسس الشهيد علي عبدالله صالح على أن تكون قناة كل اليمنيين تنقل تطلعات وهموم ومعاناة المواطن في الداخل والخارج ولسان حال اليمنيين أينما حلوا وكانوا النشرة مستمرة وفيها بعض الفاصل القوات الإسرائيلية تعتقل 19 فلسطينية من مختلف مناطق الضفة الغربية نبحث عن الحقيقة في كل مكان متابع الأحداث ونأتي بالخبر اليقين مسعى لنقل الحقيقة أن نكون لسان المواطن تعاملوا مع الأحداث بحيادية وتجرد عبد الوهاب المران مكرم سران شرف الشمري معين ردمانة مرشان فؤاد عبدالله صالح الوادعي حسام بكري حسام عبد الباري محمد الشعيبي أمين العتيبة عبدالهادي فرحات فادي بقاش جبين عطية نتحدى الظروف ونواجه السعاب عبدالعالم تحلان لقناة اليمن اليوم مأرم اعتقلت القوات الإسرائيلية تسعة عشر فلسطينية من الحائل المتفرقة بالضفة الغربية وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية وفا أن الاعتقالات شملت ستة فلسطينيين بينهم طفل من الخليل وخمسة من القدس وأربعة من كل من بيت لحم ونابلوس ورمالا وفي سياق المتصل اقتحم عشرات المساطنين المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة تحت حماية القوات الإسرائيلية وأفادت الوكالة بأن المستوطنين قاموا بجولات استفزازية وأدوا طقوسا لأت المضي عن سرية في باحاته وساحته واستمعوا لشرحات حول هيكلهم المزعومة تحت حماية شرطة الاحتلال يواصل الجيش الروسي عمليته الخاصة في أوكرانيا وتدمير مواقع البنية التحتية العسكرية الأوكرانية حيث أعلنت القوات الموالية لروسيا في دونيتاسك أن القوات الأوكرانية فقدت ما يصل إلى أربعين عسكريا بالإضافة إلى المعدات كما تم تدمير نقطتي إطلاق نار قرب مستوطنة جيورغيفكا إلى ذلك وصف وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قرار عدد من دول الناتو بمنع طائرته من المرور عبر أجوائها إلى سربيا بأنه غير معقول في ردود روسية جديدة على مسألة تدفق الأسلحة الغربية لسيما الصواريخ الأمريكية المتطورة إلى أوكرانيا أكدت موسكو الأثنين أن رد فعلها قد يذهب بعيدا فقد أعلن رئيس لجنة الدفاع في دومة فلاديمير شامانوفا أن مقار الحكومة في كييفا سيكون هدفا محتملا وضف أن ضرب مطار كييفا ووسائل الناقل في العاصمة سيكون أيضا من الأهداف المحتملة لبلاده في الأيام المقبلة لحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية بتزامن أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروفا في مؤتمر صحفي أن بلاده سترد على حصول كييفا على أسلحة بعيدة المدى من الغرب بدفع القوات الأوكرانية بعيدا عن الحدود الروسية وقال للصحفيين عبر الفيديو كلما زاد مدى الأنظمة التي سيتم تسليمها سنبعد بصورة أكبر نازيين عن ذلك الخط الذي قد تأتي منه التهديدات ناطقين بالروسية وروسيا الاتحادية إلى ذلك أكد مساعد وزير الدفاع الأوكراني يوريساك كأنه إذا لم يتم وقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أوكرانيا فإن كل الدول في المنطقة مهددة كما قال لا نخاطط لمهاجمة الأراضي الروسية لدي أهداف روسية كثيرة لضربها داخل أراضينا وأضافا نعاني من نقص في عدد الجنود والأسلحة الثقيلة مشيرا إلى التفوق الروسي في ذلك وأتى تلك تصريحات بعد ساعات من تأكيد الرئيس فلاديمير زيلانسك أن وضع بلاده سيكون صعبا في حال خسارة معركة دومباس وأضاف الرئيس الأوكراني في وقت سابق من الاثنين أن الوضع في شرق أوكرانيا خطير معترفا بتقدم روسيا في دومباس قال الأمين العامر والممتحدة أنتوني جوتريش أن الحرب أدت إلى تفاق من عدم الأمن الغذائي في الدول الفقيرة بسبب ارتفاع الأسعار وأضاف أن العالم قد يوجه نقص إمدادة الغذاء عالميا في الأشهر المقبلة إذا لم يتم إعادة الصادرات الأوكرانية إلى مستويات ما قبل الحرب واجه مجاعات تستمر لسانوات بسبب الحرب الروسية الأوكرانية هكذا قال تلمم المتحدة وقال الأمين العام للمنظمة أنتوني جوتريش إن الحرب أدت إلى تفاقم من عدم الأمن الغذائي في الدول الفقيرة بسبب ارتفاع الأسعار وأضاف أن العالم قد يواجه نقص إمدادات الغذاء عالميا في الأشهر المقبلة إذا لم يتم إعادة الصادرات الأوكرانية إلى مستوياتها ما قبل الحرب وأدى الصراع إلى قطع الإمدادات من مواني أوكرانية التي كانت تصدر في السابق كميات هائلة من زيت عباد الشمس وكذلك الحبوب مثل الذرة والقمح رئيس الاتحاد الأفريقي ماكيسال قال للرئيس الروسي فلادامير بوتين إن الدول الأفريقية ضحايا أبرياء لهذه الحرب وعلى روسيا وأوكرانيا أن تعمل على التخفيف من معاناة تلك الدول وذلك أثناء اجتماع بين الزعيمين في مدينة سوتشي الروسية وقال أن الرئيس بوتين وعده بتخفيف القيود على صادرات الحبوب وباقي المواد الغذائية من المنطقة إلى أنحاء العالم لكنه لم يوضح أي تفاصيل عن ذلك فيما قال المبعوث الأمريكي الخاص للأمن الغذائي العالمي كاري فاولر إن حرب أوكرانيا تعرض 40 مليون شخص إضافي لانعدامي الأمن الغذائي ليصبح 200 مليون شخص مهددين بالجوع الحاد حول العالم وقبل اندلاع هذا الصراع كان حوالي 40% من القمح الذي تستهلكه دول أفريقية يأتي من روسيا وأوكرانيا وعدت الحرب إلى تفاقم العجز في تلك السلع بسبب سوء موسم الحصاد وغياب الأمن وشهد تسعار الغذاء في القارة الأفريقية ارتفاعا حدا في الفترة الأخيرة منذ أن غزت روسيا وأوكرانيا منذ حوالي 100 يوم مما دفع أعداد هائلة من الأفريقيين إلى حفة المجاعة في نشرتنا أيضا توقف حصة الغذاء العالمي في مأرب أدت إلى تفاقم معاناة نازحين والفقراء المنشيات الحوتية تقصف قراء آهلة بالسكان كما تشاهدون القرية الآن الناس في حالة رعب والطيران المسيرة الحوتية مازال تحلق في الأقوة قصم قبل مشيت حوتية نحن من أبناء الحناية منطقتنا نتعرض القصم من قبل الكوذيين ونحن بعيدين عن الهدفة العسكرية ضربوا بيوتنا بالهونات والطيران المسيار والآن نزحنا وتشردنا وشردوا بهالنا في أشجارنا ولا يقتل لدينا أي شيء لنا أربع سنوات محاصرين من الحوذي تقصف القصم من قضائف الهول ثم تحطم ملا المين ونقل للا لا يركض للا ليل ولا ينهار خذ بياب وسعي آه آه قدرنا من جديحنا ولا لنا خناحك المين لحبنا خطر الدم محاصرين نحن احنا وإحنا ونشائنا واطفالنا في اليوم العالمي للسلامة الأغذية الذي يصادف في السابع من يونيو تفتقر غنبية الأسر اليمنية للتغذية الصحية فيما ملايين الأطفال مهددون بالموت الجوعان وفق تقارير الأمو المتحدة مع ضعف العمر الإنساني في البلد الذي أنهقته الحرب اليمن الأرض الصعيدة تحولت في عشرة أعوام إلى إحدى دول العالم الأكثر هشاشة والأسوأ معيشة في زمن الحرب والدمار ففي الوقت الذي يحتفي فيه العالم في السابع من يونيو من كل عام باليوم العالمي لتأمين الغذاء تتجه اليمن نحو المجاعة والفقر بشكل غير مسبوق حتى باتت بؤرة ساخنة للجوع وفق تقارير الأمم المتحدة أرقام مهولة من الجوع وتفاصيل مفزعة من المأساة التي يقضيها اليمنيون للعام الثامن تواليا فنحو تسعة عشر مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي فيما غالبية السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة في العام الجهري في حين أن ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف امرأة وطفل دون سن الخامسة يعانون سوء التغذية الحادة هذه الأرقام قد تكون تقديرية لكن الواقع أكبر بكثير فهناك أسر لم تدخل ضمن أي كشوفات لوحدات الرصد التابعة للمساعدات الإغاثية وأخرى معزولة عن وصول أي مساعدات إليها كونها في مناطق نائية وعرة أو غير آمنة من الصعب وصول عمال الإغاثة إليها وتزامن اليوم العالمي لسلامة الأغذية في وقت لا زالت فيه معدلات سوء التغذية بين النساء والأطفال من بين أعلى المعدلات على مستوى العالم حيث تحتاج مليون وثلاثمائة ألف امرأة حامل أو مرضع ومليوني ومئتي ألف طفل دون سن الخامسة إلى العلاج من سوء التغذية الحادة تفاصيل جميعها تؤكد بأن الوضع الإنساني في اليمن باتها شل الغاية وأي خلل في الإمدادات الحيوية المهمة مثل الغذاء والوقود والأدوية قد يتسبب في موت الملايين جوعا لكن الناس يكافحون ويقاتلون من أجل معيشتهم رغم اختلاق الأزمات بشكل متكرر ومع تدني وصول المساعدات من قبل الدول المانحة يتزايد أعداد الجوع اليمنيين وتتسع رقعة الفقر وتتضاء الفرص العيش وجميعها تداعيات كارثية أفرزتها الحرب ونعكست سلبا على حياة ملايين اليمنيين لتتقى ناقوس خضر مجاعة هي الأسوأ في تاريخ اليمنيين والعالم بشكل عام كما أدى التوقف حصة الغذاء العالمي في مأرب إلى تفاقم معاناة النازحين والتي كانوا يعتمدون بشكل أساسي عليها ما ينضرب كارثة إنسانية في مأرب التي تحوي قرابة مليوني نازحة عشرات المخيمات التي يسكنها النازحون في أماكن متفرقة داخل محافظة مأرب ناتيجة الحرب المشتعل منذ نحو ثماني سنوات تجرع فيها اليمنيون أصناف المأسي والأوجاع البعض من الأسر فقدت عائلها ومصدر دخلها الوحيد وأخرى فقدت مساكنها وبات الرجوع إليها أشبه بالمستحيل داخل هذه الخيم يتجرع العديد من الأطفال والنازحين الويلات ويصارعون الجوع والموت لا سيما بعد انقطاع شبه كلي لمصدر الحياة الأساسية لديهم بلا شك أن غياب برامج الغذاء العالمي عن توفير حصص النازحين والمستفيدين هنا في محافظة مأرب سيشكل عبء كبير على هؤلاء النازحين كون أن الكثير منهم يعتمد بشكل أساسي على هذه السلة الغذائية التي يمنح برنامج الغذاء العالمي بدع من الأمم المتحدة للأسف حتى اليوم برنامج الغذاء العالمي يتلاعب ويريد نحن نقول بالفصحة ويريد سرقة حصص بعض الأشهر من هذا العام وفي العام الماضي سرقة حصة شهر وهذه السنة يريد سرقة حصة أبريل والسلطة المحلية اجتمعت مع برنامج الغذاء العالمي على أساس أنه يبدأ بالأصرف من يوم أمس ولكنه لم يبدأ حتى اللحظة حساس الغذاء العالمي التي يحظى بها النازحون في مأرب انقطعت لأكثر من شهرين متتاليين عن أكثر من 2 مليون نازح وباتوا مهددون بالمجاعة الحقيقية فيما بات تتدخلات للمنظمات الأخرى شبه منقطع ما يضع تحديات صعبة أمام السلطات المحلية في محافظة مأرب لتوفير السبر الحياة للنازحين تقرير الأدشاء نعتبره أضرب المحافظة أي رحيادي وأضرب المحافظة إضرارا بالغا في جانب التدخلات ويجانب دخول المنظمات إلى محافظة مأرب بالنسبة لجانب الغذاء العالمي سبب معاناة ومضاعفها للنازحين أكثر بسبب تأخر حصة وخاصة شهر إبريل نتأخر شهر إبريل مع وجودة بكمية متويدة داخل المحافظة وعدم صرفها للنازحين ضاعف من معاناة النازحين تهجير وقتل وتشريد من مخيم لأخر ورحلة معاناة يعيشها النازحون جراء الاستهداف الحوثية المتكررة إضافة إلى انقطاع شريان الحياة المتمثل في المساعدات المقدمة من قبل المنظمات الإغاثية التي تركت النازحين في منتصف الطريق يتخطفهم الموت جوعا وتهددهم قذائف وألغام الحوثي تتوقف الأحداث العسكرية وتتوقف معها حركة الغذاء العالمية عن نازح مأرب لأكثر من شهرين متواصلة وكأن بات الحصول عليها مرهونا بالمعارك الحاصلة أمر يجعل حياة النازحين أكثر بؤسا عما كانت سابقا عبدالعالم دحلان لقناة اليمن اليوم مأرب بعد تفاعل قناة اليمن اليوم مع قضايا وهموم المواطنين ومعاناة مع المياه في مدارية المسايمين وحبيل حنش في لحجة التقد سلطة المحلية بالأهل والشخصيات الاجتماعية في المدارية للاطلاع على أبرز الاحتياجات الضرورية التي يحتاج إليها أهالي منطقة حبيل حنش وخصوصا في مجال مشاريع المياه التي تعاني منها المنطقة والعمل على حلها وأبدت سلطة المحلية التزامها بحل أي مشاكل في المنطقة وتوفير احتياجات المواطنين وتدليل الصعوبات وعمل الحلول والمعالجات اللازمة لما تعانيه المنطقة من نقص شديد في المياه نشكر عبركم الأخ محافظة محافظة تلاحك الذي دائما يحط بناء مدينة المسايمين لنزول أكثر المشاريع إليها لهذا نرحب الأخ عمر وتم اللقاب المواطنين وتم الاتفاق على بعض النقاط بداية المشروع هذا النزول اليوم نتيجة لما تواصلنا مع الأخوة في قناة اليمن اليوم وهموم المدينية كثيرة وليس منطقة الرحاج فقط لكن اليوم نحنا وضعنا النقاط والحلول على الحروف في وضع الحلول الأساسية لمعاناة الناس فالآن الكرة في ملعب المجتمع ونحنا حطينا التوقيهات والتعليمات في استخمار هذا المشروع من خلال وجود التنازل ومن خلال الاتفاق المبدئي الإضافي الذي يحدد مسؤولية السلطة المحلية ومسؤولية المجتمع يعني تم الاتفاق وإن شاء الله نحنا نعدل تنازل عام للمؤسسة الديناء وإن شاء الله سيبدأ العمل بالمشروع أولا بالضخط التقريبي وبعد ذلك في استكمال المشروع إن شاء الله وفي الملف الاقتصادي البنك المركزي يعني نتائج مزاده الجديد بـ 997 للدولار الواحد والبنك الدولي وافق على دعم القطاع السمكي وأزمة وقود خانقة في عدن بعد إغلاق محطات التعبئة أبوابها وإضراب شامل في منفذ شحن البري الحدودي جولة اقتصادية جديدة وتتركز على الشأن المحلية حيث أعلن البنك المركزي اليمني في عدن نتائج مزاده الثالث والعشرين 2022 لبيع 30 مليون دولار أمريكي وبلغ إجمال مبلغ العطاءات المقدمة والمقبولة الـ 16 مقدمة من سبعة مشاركين 29 مليون و155 ألف دولار وأقل البنك سعر المزاد بسعر مقترب من سقف الألف ريال أي بسعر 997 ريال للدولار الواحد والذي يعد الأعلى من بين المزادات السابقة ومقتربا من سعر سوق الموازية الذي يتداول فيه الدولار بأكثر من ألف وعشرين ريال أعلن البنك الدولي موافقته على تقديم منحة مالية بقيمة 45 مليون دولار لدعم القطاع السمكي في اليمن لمساندة الإدارة المستدامة والتعاون لمصائد الأسماك في البحر الأحمر وخارج عدن وتعزيز الفرص الاقتصادية وتحسين الأمن الغذائي والمساعدة في إدارة إنتاج مصائد الأسماك على نحو أكثر كفاءة وقال بيان للبنك أن الدعم يهدف إلى تنشيد قطاع مصائد الأسماك وإدارته بمزيد من الفعالية في مناطق مختلفة من اليمن وزيادة توفر الغذاء وإيطاحة فرص كسب العيش الأسر اليمنية في سلسلة القيمة السمكية وحماية الأسماك ونظمها الأيكولوجية وضمان إدارة الموارد البحرية على نحو مستدام تشهد مختلف مديريات عدن أزمة وقود خانقة بعد إغلاق محطات التعب أبواب احتجاجا على قرار شركة النفط اليمنية برفع سعر الدبة البنزين عبوة 20 لترا من 18600 ريال إلى 19800 ريال أي بواقع 990 ريال للتر الواحد وقالت مصادر محلية أن محطة الوقود الخاصة تحترفض بكميات كبيرة في خزاناتها وترفض تزويد السائقية المركبات وهو ما اعتبرت افتعال أزمة تنوي من خلال الضخ بتلك الكميات للسوق السوداء وبأسعار خيالية وتعد هذه الزيادة التي تقرى شركة النفط الرابع منذ بداية العام الجاري وهو ما يفاق من الأزمة وانعكاس أثار على مختلف القزاعات الاقتصادية في البلاد وجه وزير كهرباء شركة بيتروماسيلا برفع توليد الأقصى درجة متاحة وإعطال عسمة المؤقتة عدن أولوية خاصة في كمية الطاقة المنتجة مع حصول محافظتي أبيا ولحجة على حصتها من التوليد وسرعة تقديم الخطة المطلوبة لتشغيل محطة عدن الغازية والخيارات الأفضل للوقود الذي يمكن الأتماد عليه يأتي هذا في وقت تشهد في عدن صيفا ساخنا يواجه ضعفا في التوليد الكهربائي وتزايد ساعات الانقضاء لساعات طويلة وهو ما يتجرع المواطنون من له بدرجات الحرارة المرتفعة وأخيرا أعلن عدد من التجار والمستوردين الإضراب الشامل في منفذ الشحن البري بمحافظة المهرة احتجاجا على رسوم جديدة إضافية فرضت الحكومة اليمنية في مختلف الموانئ والمنافذ التجارية بالبلاد وذكرت مصادر التجارية أن الإضراب سيكون مفتوحا حتى إشعار آخر في وقت يشك فيه التجار والمستوردين من إتاوات مالية تفرضها قوات عسكرية دون سندات قانونية ومخالفة للقانون أغلق مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة مألب ثلاثة مخابز مخالفة للأوزان وأحال ملاكها للجهات القضائية المقتصة وأكد نائب مديل مكتب ياسر الحاشدي أن حملة التفتيش والرقابة الميدانية ستشمل جميع المخابز والأفران مشيرا إلى أن الوزارة والسلطة المحلية ستتخذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين والمتلاعبين بأسعار الخبز والمواد الغذائية بتعاون مع الأجهزة الأمنية والقضائية إلى ذلك أكد مدرب المنتخب الوطني للناشئين قيس محمد صالح مساء الاثنين أن ناشئي اليمن سيشاركون في بطولة غرب آسيا التاسعة التي ستقام في الأردن أواخر الشهر الجارية وكتب صالح في منشور مقتضب على فيسبوك سنشارك في غرب آسيا التاسعة في الأردن دعوتكم وكان الاتحاد غرب آسيا أعلن في وقت سابق نعتدار المنتخب عن المشاركة في البطولة وأعلن جدوى المباريات خاليا من المنتخب اليمنية ولم يعلن الاتحاد العام لكرة القدم حتى اللحظة أي قارن له بخصوص المشاركة من عدمها وأسباب الاعتذار أو التراجع عنه نشرة انتهت إلى العنوين لجدة التنسيق العسكري تشكل غرفة للتنسيق المشترك وميليشيا الحوثي تواصل خروقاتها في الجهات كافة مفاوضات الأردن تفضيل فتح خمس طرق والوفد الحكومي طالب بالضغط على الحوثي حمرة إلكترونية في مواقع التواصل تنادد بحرمان الحوثيين سكان الحديدة من الكهرباء في أمان الله اشتركوا في القناة